استياء كبير ينتاب الأوساط الثقافية وأصحاب دور الطباعة والنشر في العراق بعد قرار الحكومة بفرض رسوم كمركية على الكتب المستوردة تقدر قيمتها بـ 15% من قيمة الكتاب المستورد أصحاب المكتبات ودور النشر حذروا خلال مؤتمر صحفي من أن هذا القرار الحكومي سيؤثر سلبا على فعاليات مهمة كمعرض بغداد للكتاب كما أنه سيتسبب في زيارة أسعار الكتب بما يتبع ذلك من انعكاس على الحالة الثقافية للعراق الكتاب بمؤظم دول العالم مع فيه من القمارق مع فيه من الضرائب مع فيه من الرسوم بل يدعم المؤسسة فرضيا بعض المؤسسات التجارية بالغرب إذا تصدر كتب أو تدعم جانب ثقافي تعفى من الضرائب أو يخفف عنها الضرائب فلا يجوز أنه يفرض الضرائب على الكتاب الكتاب من يقتنيه؟ يقتنيه الطالب والقارئ والإنسان العادي البسيط الموظف فالأمر لا يحتمل أكاديميون عراقيون رأوا في هذا القرار الحكومي تصرفا غريبا يلقي مزيدا من الغموض على مستقبل الحياة الثقافية في العراق ناهيك عن الأعباء المالية المضافة على كهل الطلبة والمثقفين الدول بصورة عامة تدعم الكتاب وتعطي جوائز للمؤلفين وليصحاب دول النشر على اهتمامهم بنوعية الكتاب وبجودة الكتاب اليوم الحكومة العراقية تتصرفا غريبا بفرض تعرفة قمروقية كبيرة وباهظة على الكتاب المستورد وكما هو معروف أن دول النشر العراقي شبه متوقفة عن طباعة الكتب بسبب من أيام الحصار وفرض منع دخول الورق إلى العراق والآن نحن نعاني من المشكلة بصورة أكبر وبحسب مهتمين بالشأن الثقافي في العراق فإن قرار وزارة الثقافة الحكومية سوف يشجع على استنساخ الكتب من المواقع الإلكترونية بطرق غير قانونية وعلى المدى المتوسط والبعيد سوف يؤدي إلى أغلاق الكثير من المكتبات ودور الطباعة والنشر اشتركوا في القناة